اشتركوا في القناة واهلا مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نطرح فيه الكثير من المسائل الفقهية وامور الدين التي تهم الناس في يومهم وفي معادهم ومعاشهم وضيفنا في هذا اللقاء هو سماحة الشيخ الجليل العلامة احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة اهلا مرحبا بكم سعاد الشيخ واهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائنا الكرام وقفة بسيطة ثم نعود اليكم باذن الله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى حلقتنا اليوم حلقة عامة نتناول فيها مواضيع مختلفة وسنبدأها بما تبقى عندنا او بما بقي عندنا من موضوع الزكاة ارقامنا 24697670 وهناك ارقام اخرى ترونها ظاهرة على الشاشة باذن الله اما الاخوة من خارج السلطنة ف0096824698454 سمحت شيخ نريد ان نكمل ما بقي عندنا من مواضيع الزكاة وبداية نريدكم ان تحدثونا عن سؤال دائما ما يطرح علينا في موضوع الزكاة وهو الزكاة الاسهم وهذا السؤال طبعا يسأل عن الاسهم بمختلف انواعها شخص عنده اسهم في شركة معينة يثمرها وهناك ايضا شخص عنده اسهم يتاجر بها باستمرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فزكاة الاسهم انما تعود الى وضع الاسهم نفسها فان كانت هذه الاسهم للاتجار بحيث تتبادل بيعا وابتياعا فانها تكون بمثابة عروض التجارة فهي تزكى مع النقود زكاة واحدة بحيث تحمل على النقود وتحمل عليها النقود وتحسب قيمتها بحسب سئر السوق وتزكى عندما يتم الحول هذا ان كانت هذه الاسهم تتبادل بحيث لا تكون مستقرة اما ان كانت هذه الاسهم اسهم عمل مؤين كأن تكون هذه الاسهم في مقاولة بناء او في مقاولة انشاء طرق او في مقاولة انشاء اي نوع من انواع المرافق العامة فانها ينظر فيما تأتي به هذه الاسهم وفي الاموال الناضة اي النقدية التي تعود اليها ولا يقال بان ان كل ما اجتملت عليه الاسهم يزكى وانما تزكى هذه التي هي في الاصل وعاء للزكاة لان لو رجعنا مثلا الى الالات الات رصف الطرق من سيارات وغيرها هذه اموال جاملة ليست متحركة تتبادل ما بين الناس بيعا وابتياعا وانما هي جامدة فهي يقضى بها المصالح ولما كانت كذلك فحكمها حكم بقية الالات انما الزكاة تجب فيما تأتي به من ريع لا في نفسها اذ هي كما قلت ليست متبادلة متبادلة بين الناس وكذلك ان كانت هذه الاسهم في اقارات بحيث يتشترك مجموعة من الناس في ابتياع اقار لاجل تثميره لا لاجل بيعه فان الزكاة انما تكون في الدخل الذي يأتي به الاقار لا في اصل الاقار لان الاقار يامد فهو ليس كالمال الذي يباع ويبتاع وانما وانما هو مال جامد ثابت ويبقى النظر الى ما يأتي به من ريع فانه يزكى عندما يبلغ النصاب والله تعالى عالمه ريعه ايضا يفترط ان يحول عليه الحوض هناك من الناس الان في الوقت المعاصر من يرى ان هذا الريع انما هو بمثابة الزروع او الثمار بحيث يزكى كل منهما عند الحصاد وكذلك بالنسبة الى الريع يزكى عندما يدخل جيبا الانسان هذا رأي لبعض الفقهاء المعاصرين وفي الحقيقة له وجه من النظر نظرا الى ان كثيرا من الاغنياء الذين عندهم اموال طائلة ربما لا يدعون هذه الاموال تستمر الى الحول بل يصرفونها في مصارف متعددة تعود عليهم بالريع فيتسلسل الريع ولا تكون زكاة عندما يقال لا تكون زكاة الا عندما يحول الحول فمن كان كمثل هؤلاء ينبغي ان يقال بان الريع ريع هذه الامارات او ريع هذه الابراج او ريع هذه المساكن اي العقارات على اختلافها يزكى يزكى فورا عندما يشتلم لانه لو قلنا باشتراط الحول مع بلوغ النصاب ربما ادى ذلك الى جمود اموال الزكاة او تقليص وعاء الزكاة هل ربما كان بعض الاغنياء يقدر ان يحتال يأخذ من هنا ويصرف هنا ولا يبقى عنده مقدار النصاب اما الشخص العادي الذي ليس هو من امثال هؤلاء فيبغي ان يقال اذا بقي عنده المال الى تمام الحول عليه ان يزكى هناك مسألة اخرى ايضا تقدم بها احد الاخوة يقول عنده محل هذا المحل فيه مجموعة من المكائن والاهلات التي تقوم بصناعة العصير وغيره وفي هذه الحالة هل على تلك الالات شيء من الزكاة أنا قلت بان الالات لا زكاة فيها بل ما يستخدم آله ما يستخدم آله ولو كان في الاصل زكاويا فيه خلاف بين اهل الألم هل يزكى او لا ومن ذلك الابل النواضح او السواني او مطلق العوامل فانها فيها خلاف بين اهل الألم هل تزكى او لا تزكى لانها لم تعد كالابل المعلوفة التي يراد بها النماء وانما هذه يراد بها العمل من الالما من قال بوجوب الزكاة فيها وان كونها اه كونها نواضحة او سواني او مطلق كونها عوامل لا يخرجها عن كونها وعاء للزكاة هذا رأي لبعض العلماء ومنهم من يقول بانها لما كانت غير معلوفة وانما هي مرادة لمثي هذا العمل فلا 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 زكاة فيها هذا رأي لبعض أهل الألم وفي هذا يقول المحقق الخليلي رحمه الله وفي الأخذ من غير السوائم قرروا خلافا لهم عم العوامل حين طم فهذه مع كونها هي في الأصل وعاء للزكاة ولكن وجد من يقول بانها لا زكاة فيها عندما تستخدم لغير قصر النماء وانما لقصر العمل ومنهم من فرق بين ان يكون الدخل الذي يأتي من قبلها تجب فيه الزكاة او لا تجب فان كان تجب فيه الزكاة فلا تزكى هي وان كان لا تجب فيه الزكاة فهي تزكى هذا رأي لبعض أهل الألم نعم نأتي للموضوع الآخر وهو أيضا كثيرا ما تثار حوله الأسئلة وهو موضوع الأراضي نحن نجعل سؤال الأخ أبو الحواري حمود البرواني مدخلا لهذا الموضوع ان شاء الله يقول اشترك مجموعة من الأشخاص في شراء أرض بغرض تثمير المال عن طريق بيعها عند ارتفاع ثمنها ثم اقتسام المال والربح بحسب نسبة ما دفعه كل واحد منهم من مال عند شرائها السؤال هل في الأرض زكاة إذا حال عليها الحول ولم يبيعها أصحابها وما معنى عروض التجارة في مثل هذه المسهلة هل إذا ذهب بالأرض إلى سمسار ليبحث له عن مشتر أو علق في الأرض لائحة كتب عليها للبيع أو غير ذلك يبدأ الإنسان في حساب الحول من متى يبدأ لا ريب أن الأراضي عندما تكون أرضة للبيع أو أريد بهذا التيار بحيث تشترى وتباع بالاستمرار فإن حكمها حكم أروض التجارة تجيب فيها الزكاة وتزكى على رأس كل حول بحيث يحسب الإنسان على رأس الحول الأرض أو الأراضي موجودة في حوزته مع الأموال النقدية الناضة ويزكيها زكاة مواحدة بحسب ما تبلغ من قيمة هذا عندما تكون هذه الأراضي متبادلة بحيث يبيع ويشتري يبيع ويشتري يشتري من هنا ويبيع هنا والعملية غير متوقفة أما عندما تكون العملية متوقفة بحيث أنه ينتظر بها الفرصة المواتية للبيع لا يبيعها ولكن وجد مشتريا موافقا ووجد ثمنا موافقا لغرضه فإنه يبيعها وإن لا تبقى هي في ملكه فهذه جامدة هذه لا زكاة فيها حتى تباع عندما يقع البيع عندئذ يزكيها جميع يقول الأخ أبو حفص شخص وجبت عليه زكاة ماله في مبالغ مثمرة مع أشخاص ولا يملك من المال إلا ما يشتري به مستلزمات العيد الضرورية العرفية كالملبس الجديد وغيره ماذا عليه أما هو بالنسبة إلى ما عنده فلا تجيب عليه الزكاة أما المال الذي هو عند آخرين يثبر فهو داخل في تلك الشركة شركة التثمير فإن بلغ ما في الشركة النصاب يزكى المال مع ما يزكى لأن للشركة حكم الشخصية الاعتبارية نعم أخ أحمد سياري أخ أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله أخ أحمد أخ أحمد فك الله جميعا والله جيد قالت هل أخذ الزكاة طبعا لو الشخص تقدم حاجز زواج من المرأة نعم ودفع الحق ودفع الحق نعم بموقع الحق المرأة اشترك وبعدين توفى رجل المرأة قفى أن ينقلها ونقضى سنة كاملة نعم توقع الزكاة هل توقع على هي أو على أهل الزواج هي قلت اشترت الذهب هي اشترت الذهب نعم أيوة وتوفي قبل العقد وتوفي قبل العقد نعم أيوة طيب بعد من توقع الزكاة هل توقع على هي أم على أهل الزواج هذا من شاء الله شكرا لأخ أحمد نحن ننبه بأن موضوعنا اليوم ليس خاصا بالزكاة فقط بإمكان الإخوة أن يسألوا عن الأسئلة المختلفة التي يرغبون فيها الأخ بو صلاح من بريطانيا يقول ما حكم أكل ما حكم أكل وبيع لحم الخيل إذا كان لا يجوز وهل المهم على كل حال يقول إذا كان لا يجوز هل يباح للعلاج فقط هو يستبق في أكل لحم الخيل خلاف وأكل لحم الخيل أرخص من لحم الحمر بل ومن لحم البغال فلذلك لا يُعنفوا ولا يُشددوا على من أكل من لحم الخيل بل ولا من باع لحم الخيل ومن باب أولى أنه يجوز استعمال لحمها للعلاج فإذا كان خلاف في جواز أكل هذا اللحم فمن باب أولى أن يكون الألاج يفتح باب الجواز فيه ولا يُغلق وهل هناك رخصة في أكل لحم الحمر لحم الحمر فيها خلاف بطبيعة الحال فيه خلاف ولكن الأكثر المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية وعن متعة النساء عام خيبر في هذا مفهوم وخالفة سمح الشيخ غير الأهلية يتجوز نعم غير الأهلية الحمر الوحشيا معروفة هي جائزة طيب الأخ محمود المندري أخ محمود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باركة ببعض حفكم الحمد لله عندي مجموعة أسرية لو تسمح تفضل سؤال الأول هناك مجموعة من الأشخاص والمسألة واقعة لا أنتقى يعني نعم يجمعون مبالغ الزكاة ويقومون بتفطيل ملابس لأولاد الفقراء بدعوة أن هذه الملابس أنفع للعيد يعني هل يطفح هذا الفعل؟ هذه زكاة الفطر ولا الزكاة العامة؟ لا الزكاة المال زكاة المال نعم وهل يصح أن يعطى أبناء الفقراء غير البالغين هذه المبالغ؟ يعني مثلا في المدارس نحصل بعض يعطوهم مال الزكاة يعطو الأبناء نعم كذلك بالنسبة للصدقة هم يجمعوا مال الزكاة ومال الصدقة نعم بالنسبة يقوموا بجمع الصدقة الآن في رمضان نعم يفصلوا ملابس أيضا للعيد الفطر يعني للطلاب في العيد الفطر نعم وبعض المبالغ يدخروها إلى عيد الأضحى أو قرب عيد الأضحى فيفصلوا ملابس مرة أخرى لعيد الأضحى لهؤلاء الطلاب طبعا الطلاب هما فقراء نعم فهل يفصل هذا الفعل؟ طيب سؤال الثاني لو تسمح فضل هناك لوحات حائط نعم فيها تعليم للناس الصلاة والوضوء عن طريق الصور نعم بطريق مطورة هل يصح تعليق مثل هذه اللوحات في المساجد؟ نعم حتى لو كانت في الخلف مثلا ما أمام القبلة واضح السؤال وكذلك في المنزل يا ميل واضح؟ نعم واضح سلام عليكم شكرا جزيلا نحو الحمود شكرا جزيلا بارك الله فيك لخ أحمد سيابي يقول شخصا تقدم الازدواج من امرأة ودفع علىها المهر وقام أهلها بشراء الذهب لكنها وتوفي قبل العقد فكيف تكون زكاة ذلك الذهب؟ أما بالنسبة إلى المهر المدفوع قبل العقد ثم حصلت وفاة أو حصل تراجع عن الزواج فإن ذلك المهر يعود إلى الزوج لأنه لم يكن هناك عقد ما بين الرجل والمرأة فلذلك يعود إلى الزوج ولئن كان مات هو فإنه يعود إلى ورثته فعلى هذه المرأة أن ترد الذهب إلى أهل هذا الذي اتفقت معه على الزواج وهم يتصرفون فيه والزكاة إنما تجب عليهم إذا يعنيها من زكاة ذلك الذهب شيء لأنه لم يتحول إلى ملكها بحيث لم يقع الأقل بينهما بعد نعم الأخ محمود يقول هناك مجموعة من أشخاص يجمعون مبالغ الزكاة ويقومون بتفصيل الملابس للأطفال ليوم العيد هذا التصرف مشروع بالنسبة إلى الذين دفعوا الزكاة هم دفعوا نقوداً ولعل الزكاة هي زكاة نقود وأما بالنسبة إلى الذين أخذوا الزكاة فهم حسب ما يبدو محتسبون في النظر في مصالح هؤلاء الأطفال سواء كانوا يتاما أو كانوا غير يتاما ولكنهم فقراء مستحقون للزكاة فلما كانوا بمثابة المحتسبين وكانوا أمناء في عملهم فلا مانع من أن تراعى مصالحهم إن كانت المصالح متعينة فيما يقومون به بحيث يدفعون إليهم أثواباً لأنهم بحاجة إلى هذه الثياب ويخشون لو سلمت هذه النقود إلى أوليائهم أو أوصيائهم القائمين بشؤولهم أن لا تصل منفعتها إلى اليتام أو أن يقصر في الحفاظ عليها فلذلك قاموا هم بهذا العمل ففي ذلك خير ولا حرج عليهم فيه إن شاء الله نعم وكذلك بالنسبة لما للصدقة طبعاً هو أيضاً ذكر من الصدقة نعم يذكر أيضاً لوحات حائط فيها تعليم الصلاة وفيها صور هل يصح تعليقها في المسيطة؟ أما بالنسبة إلى الجهة الأمامية فيجب أن تجنب جميع الصور ذلك لأنها هي جهة الاستقبال والمصلي عندما ينظر إلى هذه الصور قد ترتسم في ذهنه وتشغله حتى في صلاته ولو لم ينظر إليها في الصلاة على أن من الناس من لا يخشعون في الصلاة فهم لا يبالون إذا كانت أمامهم صور أن يرفعوا إليها أبصارهم بحيث يتعدون بأبصارهم مواضع سجونهم لعدم تأثير الخشوع عليهم فلذلك لا يجوز أن تكون في الجهة الأمامية أما إن كانت في الجهة الخلفية لأجل تعليم من الناس الصلاة لأجل تعليم من لا يعلم واتخذت وسيلة لذلك فلا تعروا المسألة من رخصة إذ هي في الأصل لا تعروا من خلاف ونظرا إلى المصلحة مصلحة التعليم لا تخلوا من رخصة لبعض أهل العلم أخ حمود العامري أخ حمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت بعض الأسئلة سمحتك فضل أخ حمود أسأل عن تربية الحيوانات مثل الأسماك أو الطيور داخل المنازل نعم طبعا تكون محبوسة فيها أقفاص أو أحواض ما شابه ذلك نعم هل ذلك جائز؟ نعم كذلك بالنسبة للحيوانات حدا حدا الحيوانات يعني يكون فيها حيوانات كثيرة يعني محبوسة داخل الأقفاص هل هذا جائز وجائز زيارتها؟ نعم كنت سألت سؤال سابق بالنسبة للزكاة خطأ بالنسبة لتعين الفقير أو المسكين وقلت بأنه يكون لديه يعني وصول أحيانا ولكن ليس لديه سيولة نقضية يمكن تكون لديها أرض تبلغ يعني عشرات الآلاف أو مات الآلاف قيمتها نعم ولكنه كنقود لا توجد لديه ولا يوجد لديه داخل نعم هل هذا يعد مسكين أو فقير؟ نعم سؤالي الأخير بالنسبة لزكاة الفطر نعم هل يجوز الإنسان أن يشتريها من فطرة يعني ويعينها بأنها زكاة الفطر ولكنه لا يخرجها إلا في الوقت المحدد أو أنه يدفعها لمن يخرجها وذلك الشخص لا يخرجها إلا في ذلك محدد مناشد يعني نعم ذلك جائد إن شاء الله بارك الله فيك شكراً لأخمود بارك الله فيك من الموقع يتحول بنا هذا السائل هذه المرة إلى مسألة أخرى لا تتعلق بالطلاق لا تتعلق بالزكاة وإنما بالطلاق يقول لأخ محمود محمد الريامي يقول إذا إذا أصرت امرأة على طلب الطلاق وبدون السبب وألحت في الحصول على حريتها وبأي ثمن ثم تعهدت في ورقة موقعة منها ووليها كشاهد بأنها لا تطالب بأي شيء من زوجها ثم طلقها علماً بأن بينهم أطفال وقد وقعوا الضحية عند إصرار الأم في حين أن الأب حاول دون وقوع أبغاد الطلاق لكن مع إصرارها وإصرار وليها وقع الطلاق هل يحق لها العدول عن هذا الاتفاق ولو بعد مضي أشهر وتطالب سواء بصداق متأخر ونفقة للأطفال وهل يلزم الذي طلقها أن يوفر لها مسكناً في حين أنها تمتلك منزلاً عصرياً وقد كانت الحياة الزوجية قائمة في منزلها وبرضاها ورضا وليها أما بالنسبة إلى هذه المرأة لما كانت هي المطالبة بالانفصال ولم يكن هذا بسبب تقصير من الزوج إذ هو موف لها جميع الحقوق الزوجية سواء المادية أو المعنوية فلا حرج على الزوج في أن يقبل منها الفدية أو يكون بينهم البرآن بحيث يبرئ لها نفسها في مقابل أن تبرئه من صداقها وبعد ذلك لا تحق لها المطالبة أما إذا كان ضايقها وألجأها إلى هذا بسبب سوء معاملته فلا ريب أنه لا يجوز له أن يأخذ شيئاً مما يأتيه من قبلها ولكان يسيراً ولا يجوز له أن يسترد شيئاً من الصداق الذي دفعه إليها ولا أن تسقط عنه شيئاً من الصداق لأنه ألجأها إلى هذه الحالة والله تبارك وتعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئاً إلا أن يخاف أن لا يقيم حلول الله فإن خفتم أن لا يقيم حلول الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به تلك حلول الله ويقول تعالى ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فأسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ويقول تعالى وإن أردتم استبدال الزوج بمكان الزوج وآتيتم إحداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بغتاناً وإسم مبينة هذا أما بالنسبة إلى النفقة نفقة الأولاد فهذا أمر مجهول لأن النفقة تزيد وتنقص وتختلف باختلاف الأيام فلذلك لها أن ترجع فقد تكون في وقت من الأوقات ظنة أنها قادرة على أن تقوم بالنفقة ولكن تعجز عن القيام بها فلذلك لها أن تعوج لأنها خالأته بشيء مجهول وليس بشيء معلوم داخل حمود العامري نسأل نبدأ بسؤاله الثاني يقول شخص يمتلك مجموعة من الأراضي ربما يصل بعضها إلى مئة ألف لو باعها لا يمتلك غيرها من النقود السائلة فوجبت عليه الزكاة هل يعتبر مسكيناً عنده أراضي كيف وجبت عليه الزكاة أي زكاة لا مثلاً الآن لا لا عفواً لا يتسأل عن الزكاة هل يعتبر مسكيناً تجيب له الزكاة يستحق الزكاة هل يستحق الزكاة أو لا يستحقها إن كان بإمكانه أن يبيئ تلك الأراضي أو أن يستدين ديناً إلى أن يبيئها فهو في حكم الغني لأنه واجد أما إن كان ذلك متأذراً عليه ففي هذه الحالة له أن يأخذ لأنه غير واجد لما يقيم به أوده في الحياة نعم يسأل أيضاً عن تربية الأسماك والطيور في المنازل وهي محبوسة الأصل في الحيوانات أن تعطى حريتها ولا أجد ما يدعو إلى أن تحبس في الأقفاص وأن يتفرج عليها هذا إن كان القصد التفرج عليها أما إن كانت هناك منفعة بحيث يتعلم منها ألماً إذ يستعملها لشئ من قبر الألمية أو يستعين بها في قضاء بعض المآرب كالصيد مثلاً فلا حرج في أن تحبس من أجل هذا الغرب فللإنسان أن يستعمل الصقر من أجل الاستياد به وأن يستعمل غيره من الطيور الجارحة لأجل هذا الغرب وإنما مجرد التفرج ففيه حبس لهذا الحيوان أن يأخذ حريته في الحياة وقد يحبس الذكر بدون أنثى وتحبس الأنثى بدون ذكر وكل من الذكر والأنثى لا يستغني أحدهما عن الآخر فما كان ينبغي ذلك الأخ علي الراشدي الأخ علي وعليكم السلام الحمد لله أشكر الله سؤالي عن فطرة الأبدان يعني كم وزنها؟ كم يكون بالأرض يعني وزنها؟ هل هو كلوين ومئتين وخمسمية يعني أو أكثر أو أقل تستمع إلى ذلك إن شاء الله السؤال الثاني إذا خرقت الفطرة هذه يعني قبلها يوهل شهر شوال في رمضان يعني هل تعتبر صدقة أم تعتبر فطرة الأبدان يعني إذا مثلا تخرجها قبل يعني الصاين طيب شكرا شكرا يا أخ علي بارك أحمد سيابي وعليكم السلام الحمد لله السؤالي أنا سمحت السؤال الأول عن إضراب عن طعام نعم الكثير نسمع أن بعض المسلمين في السجون مثلا يقوم بالإضراب عن طعام ما حكمه شرعا هذا الإضراب عن طعام السؤال الثاني أنا أحطت كثير من بعض المفاجد في محلات تجارية سابعة عن المفاجد نعم تأجر حلاقين وكما هو معلوم أن حلق الله حرام فما رأيكم في هذا الموضوع طيب شكرا جزيلا شكرا جزيلا أخي إبراهيم أخي إبراهيم المغيري أخي إبراهيم آخر قبل وقت تتمنى تأجيل هذه الأسيرة وفي الحلقة القادمة حسن السؤال سؤال كيف يستخلف الإمام في السجود والركوع وكذلك التحيات نعم يعني ماذا يصنع المستخلف نعم السؤال الثاني يعني هل يتحدث المستخلف له الإمام هل يقول تقدم فلان أو تقدم فلان نعم واضح السؤال كذلك إذا رفض إذا رفض الذي عينه الإمام رفض يعني أن يتقدم وحف الخلافة أو ما شابه ذلك هل يتقدم أي واحد يعني لتكملة الصلاة طيب أخ براهيم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا أخ حمود بقي له سؤال يقول هذا شخص اشترى زكاة الفطر وأحرزها وطبعا يخرجها في نهاية اليوم يعني عندما يهل الهلال يصح هذا أن يشتريها قبل لا مانع وتو لو كانت مشتراء أو كانت غير مشتراها بأن يكون حصد هذا الذي يدفعه زكاة أن يكون غرص بنفسه أو زرع بنفسه وحصل ذلك لا حرج لا حرج من أن يدخل ذلك في ملكه قبل أن يخرجها أما لو أخرجها قبل الميقات الشرعي ونواها زكاة الفطر ففي ذلك رخصة إن كان وجد هناك من هو محتاج إليها أو أنه يخشى في ميقاتها الشرعي أن لا يجد المحتاج الذي يستحقها ولكن اشترطوا في أن يبقى هذا المعطى بصفة الاستحقاق إلى أن يأتي ميقات وجوبها أن يبقى بصفة الاستحقاق إلى أن يأتي ذلك الوقت ومعنى ذلك أنه لو مات المعطى قبل استحقاقها قبل أن يهل هلال شوال بناء على القول بأنها تجب بهلال شوال أو قبل طلوع الفقر أول يوم من شوال أو قبل شروق شمس أول يوم من شوال على حسب الاختلاف بينهم متى تجب بناء على هذا لو أنه أخرجها قبل هذا الوقت و توفي المعطى قبل أن يكون مستحقا لها أي قبل الوقت الموقت ففي ذلك خلاف ففي هذه الحالة على المعطي أن يؤيد دفعها مرة أخرى وكذلك إن زالت عن المعطى صفة الاستحقاق وذلك بأن يستغني بعد فقر أو أن يرتد والعياذ بالله عن الإسلام في هذه الحالات كلها يلزم المعطية أن يؤيد دفعها من جديد نعم أحمد سياب يسأل عن موضوع الإضراب عن الطعام كثيرا ما تأتي وسأل الإعلام بأخبار من هذا النوع من أجل الضغط على الجهة معينة حتى تلبي الطلبات أما أما إن كان الإضراب يصل بالإنسان إلى الهلاك والعياذ بالله أو إلى ألة مزمنة بحيث يتأثر أو يتأذر إلى جهة فذلك غير جائز لأنه لا يجوز للإنسان أن يطر نفسه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة ومن يفعل ذلك أدوانا وظلما فسوف نسله نارا وكان ذلك على الله يسيرا أما إن كان هذا الإضراب وسيلة من وسائل الضغط من غير أن يصل إلى شيء من هذا النوع فلا مانع منه لأن استعمال الوسائل للضغط على الظالم من أجل الخلاص من ظلمه لا مانع منه والله تعالى على الأخ إبراهيم المغير ينتقل بنا إلى موضوع الاستخلاف في الصلاة يقول يعني كيف يستخلف الإيمان في الصلاة في حال السجود أو الركوع أو قراءة التحيات الاستخلاف الاستخلاف في الصلاة متى يكون هذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل الألم فهناك من أهل الألم من يجيز الاستخلاف مع وقوع أي حدث من الأحداث حتى ولو كان ناقضا للصلاة نفسها وبناء على هذا فإن هذا الذي أحدث حدثا مبتلا لصلاة يتحدث إلى المستخلاف ويقول له تقدم يا فلان وهناك رأي آخر رأي المتشددين وهو أن الاستخلاف لا يتم إلا في الأحداث التي تنقض الوضوء دون الصلاة وذلك يلقي والرؤاف أنهما ينقضان الوضوء دون الصلاة وأن المصلي ينفلت بهما من صلاته ويتوضأ ويبني على صلاته السابقة فعندما قال بهذا أي أن الاستخلاف إنما يكون في هذه الأحداث الخاصة التي تنقض الوضوء ولا تنقض الصلاة لا ريب أنه لا يتحدث لأنه ليس له أن يبطل صلاته بالحديث أما على الرأي الأول فلا إشكال لأنه عندما ينتقض وضوءه وينتقض وضوءه بما ينقض الصلاة فلا ريب أن صلاته تكون قد بطلت و يتحدث لأجل أن يستخلف من يقوم مقامه وفي هذه الحالة إن كان المستخلف في ركوع أو في سجود أو في قعود للتشهد ففي هذه الحالة يبدأ في مكانه ذلك برفع صوته بالتكبير أو بقول سمع الله لمن حمده ثم يتقدم بعد ذلك وعلى القول الآخر قول المشددين فإنه يوم إليه أو يمسك بيده حتى يعرف أنه مستخلف ثم يبدأ من مكانه ذلك برفع الصوت بالتكبير أو بقول سمع الله لمن حمده ثم يتقدم بعد ذلك وعلى كل القولين لا تكون مشكلة في هذه الحالة يقول أيضا هل له أن يحدد شخصا معين للإستخلاف لا ريب أنه يبدأ من الخلف ولذلك الذي يأخذ بقافية الإمام ينبغي أن يكون أهلا لأن يستخلف بحيث يكون عنده من الفقه ما يمكنه من القيام بهذه المهمة عندما يعروا للإمام شيء من أسباب الإستخلاف وأما من عداه فذلك إنما يطب منه أن يتقدم إن تأذر تقدم الآخذ بقافية الإمام فإن فإن الآخذ بقافية الإمام وأقرب إليه وبإمكانه أن يمد إليه يده ويمسك بيده مثلا أو بثوبه ويدفع به إلى مكانه الذي كان فيه ومن كان حوله فذلك وإن كان من الممكن أن يتوصل إليه إلا أنه أبعد من هذا فإن تأذر تقدم الذي كان وراء الإمام فإنه ينتقد عنه إلى من بيمينه أو بشماله والله تعالى عليك آخر سؤال أبو إلياس يقول ما قولكم في تثمير المال عن طريق تجارة العملات من خلال الشركة العالمية الرائدة في هذا المقال الفوركس كما قال حيث يدفع أحدنا خمسة آلاف ريال عماني مثلا إلى وسيط بهذا المبلغ ويأخذ نسبة شهرية حوالي 30% من الأرباح المتحققة من وراء ذلك ويعود باقي الربح لصاحب المبلغ وهل يجوز أيضا ضمان المبلغ المدفوع عن طريق الشيك أما بالنسبة إلى هذا العمل فإن هذا العمل لا ينبغي أن يقوم به إلا الفقيه الورع القادر على الاحتياط من المزالق حتى لا يقع في شيء من الربا ولا في شيء من شبهات الربا لأن الصرف كالبيع يجب أن يكون يدا بيد وهذا ما يؤذن به حدث عمر رضي الله عنه في قصة تلحة عندما قال حتى يأتي خازني من الغابة وأخذ يقلب الذهب فقال عمر رضي الله عنه لا أبرح مكانكما فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا إلا ها وها إلى آخر الحليد فقوله هذا دليل على أن الصرف له حكم البيع وكما أن البيع في ما كان من جنس واحد يجب أن يكون يدا بيد فكذلك الصرف أيضا ولا تجوز النسئة في ذلك فإن النسئة في مثل هذا تكون سببا لتحقق الربا والأياذ بالله تعالى فمن كان إذن واقعا تحت هذا الأمر عليه أن يحتاط كل الاحتياط وأن يكون ورعا في دينه وأن يكون متفقيا في دينه قادرا على فهم الشبهات لأجل اتقائها فضلا عن المحارب مع التقيد بالجائز دون غيره وأين الشركة التي تتوافر فيها هذه الصفات بحيث يكون قائمون عليها فقهاء أمناء ورعين ملتزمين فلا يجوز ذلك والله تعالى عليك مزاك من ضحير سمحة الشيخ شكرا لكم شكرا لكم أعزائنا الكرام نتوجه بالشكر القزيل إلى سمحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخديدي المفتى العام للسلطان ونشكركم أيضا على متابعتكم وإنصاتكم ونلقاكم غدا بإذن الله شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام شكرا لكم